ايه زك يا اسمين انا يا حبيبتي اخبار المدرسة ايه خد يا بنت ما بترديش على بابا ليه متضيقة شوية متضيقة لا 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 ازاي متضيقة و بابا موجود تعالي يا حبيبتي تعالي في حضن الاب حيص الرعاية حيص الامن حيص الامان حيص اقولولي دي بقى يعني ايه ايه اللي مزعاليك انجي صاحبتي مالها انجي صاحبتك عملت فيها مقلب النهاردة مقلب مقلب ايه فتحت شنتتي من ورية وحطت لي فور لعبة في الشنطة اه وبعدين بعد كده انا خاصمتها لا 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 بص يا اسمين هي طبعا انجي دي غلطانة انها عملت مقلب زي كده فيك يعني بس برضو عيب ان احنا نخاصم حد ما انفعش يا اسمين حبيبتي يا اسمين انفعش تخاصم حد بس هي خلت كل صاحب يضحكوا علي وانا ما احبش حد يضحك علي طلع المامتك يا حبيبتي عندك كرامة كرامتي بس يا رانيا يا رانيا ما ينفعش ان البنت تخاصم صاحبتها يعني ما احنا يا ما صاحبنا ويا ما عرفنا ناس لكن كنا بنعمل مقلب في بعض وكنا بنزعمل من بعض لكن عمرنا ما خاصلنا بعض يا حبيبتي اه مظبوط يا يا اسمين يعني ايه عمرهم مزعلوا من بعض ولا خاصموا بعض خالص فاكر فاكر بومبا يا عادل بومبا ايه بومبا ده يا ماما بومبا مين بومبا يا عادل انت نسيته صاحبك اه اه يعني اه فاكروا اه فاكروا فاكروا يا ماما اه ده كان صاحب باباك يا اسمين وكان بيعمل فيه كل مقلب ومقلب انما ايه يطلع من نفوخه اه اه انا مش فاكر خالص يا ماما حكايت المقالب دي كان بيعمل مقالب اه طبعا فاكر لما خلى الكلب يجري وراك وعدت تجري تجري لغات ما استخبيت في مدرسة البنات اه 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 ده مسعلا يعني عمري ما زعلت منه ولا حاجة مش كده يا ماما ايه الودة فين يا عادل بقى له مدة ما بيتصلش بيك والله ما عارف يا ماما انت عارف بقى الدنيا تلاهي يعني بس اخر حاجة اسمعتها ان هو شغال في السينما اه ما اتحرج يا عادل ما عليك يا عادل يا بيبي حرام عليك يا عادل يبقى عندك صاحب في السينما شغالين في الفن كده ومش تجيبهم عندنا ما انت عارف يا بيبي ان انا من وانا طالبة في الجامعة وانا نجمة وبعرف امثل وفضيعة ومتقلقة عندي ما عارف ما عايز اقولك يا كاموك ان ابقى ممثرة سينما عظيمة عالمية وعربية وابقى نجمة متلقلقة في سماء الفن لولا ان انا جوزتك نجمة متلقلقة في سماء الفن يا عم جليلي واحكاة النجوم دي وبعدين انت بقى لو عايزين نشوفك يعني نمسك تليسكوب عشان نبص على النجمة اوكي اوكي افضل انت التاري اكيده وخليك ما تعرفش قيمة الست اللي واقفة جنبك بابا هو صاحبك ده ما بيجيش لي هو انتو زالين من بعد لا يا حبيبتي احنا مزعلين من بعض ما ينفعش ان انا ازعل من صاحبي ولا صاحبي يزعلوا مني ده مادام صاحبي ما ينفعش يزعل بنا خالص طب هو ليه مش بيجي هنا عشان اكيد هو مشغول في السينما بتاعته دي زي ما انا برضو مشغول في البزار بتاعي طب بيبي بيبي بليز ونبي اعزمه عندنا كده علشان يمكن اكتشفني ولا حاجة اوه ده هيبقى مسلي قوي ده هيبقى اعمل زي طومو جيري اعزمه حاضر هاشوف يعني هاشوف يمكن اعزمه ايه 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 هتخش جواه التلفون عايز ايه دولا انت بتدور على ايه انت مالك انت ما انت كل حاجة تحشل نفسك فيها ايه دولا بس اصلنا يعني شايفك عملت دور كده اه انت في حد بعتلك رسالة بمناسبة عيد الشرطة عيد الشرطة اه خبط خبط في الشرطة خليهم يقبضوا عليك ونخلص منك ايه دولا انت كده دايما صددنك دولا ايه دولا يعني بس 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 بياه هو يا معلم بومبة مين 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 بس بس ايه ايه لا ده كلب تاني ايه اخبار روي ايه مت احسن احسن يلا يلا ده ظلم ناس كتير يعني يا عمي بهزر يا عمي المهم يا سيدي بص بقى انا مراتي وبنتي اما عرفوا ان انا اعرف حد يعني شغال في السيمة فقالوا لي طب ما تعزموا عندنا في البيت والله اه لا اتجوزت طب عمي بقولك مراتي وبنتي ازاي يعني المهم هبعتلك بقى العنوان انت فاضل النهاردة حلو هبعتلك العنوان ميسج وهستنك يا معلم ماشي ماشي يا بومبة يلا مع السلامة بقولك يا دولة يعني وانت مصاحب بتاع انابيب مصاحب بتاع انابيب اش معنى يعني اصلي انت يا انا عملت اقوله يا بومبة يا سلام وعشان بومبة يبقى بتاع انابيب وا انت زكائك الحركة يعني فاهمك كده لا يا سيديدا اسم الشهرة لكن اسمه الحقيقي علي وزة وشغال في السيمة شغال في السيمة واسمه علي وزة اها ايه هاتري على اصحابو ولا ايه ایه طب ما انت اسمك زفت رمزي شغل في بزهر وغبي ومش فاعب حاك عادي يا سلام اه طب اقولك يا دولة وانت عازم علي بطة دون عندك ايه هاد التريقة على صاحبي وعليبطة بدل على ولا ولا انا مش عايز اسمع كلام خالص اه عازمه فى البيت عايز حاجة لا دولة دولة وانت لما بتعزمنيش عندك فى البيت يا دولة واحنا مش اسحاب انت مش صاحبي انا يعني بص اليوم كله هتفضل معطلن باسئلتك انا عندي مكالمات يا ابنة عايز اعملها انت مصاحب يا رمزي مصاحبية انت قدري يا ابني غصبا عني بتقبلك يعني دي زنوب الواحد بيخلصها فى دنيته ويا رب اخلصها ابعد عني بقى عايز اعمل تليفونات النهاردة بقى يا سمين في واحد من اعز اصدقائي هيجي زورنا انا عايزك تعرفي ايه هي معنى الصداقة ماشي او شكل هو اللي جيب راح فتعرف ايوه 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 انا مش فاهم انا في ايه في ايه عدولة عدولة مش معقولة عامل ايه عامل ايه ايه الاخبار اخبار ايه عام خش خش ازيك يا طانت عامل ايه ازيك انت يا حبيبي عامل ايه ايه طانت شكلك تغير شوية بس البروكة زي ما هي ازيك يا سناء ازيك يا رخم ازيك يا رخم 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 اكيد انت بنت عادل مش كده ايوه يا سيدي دي ابنتي يا اسمين والحمد الله ان انا الحقيقة اخلفها قبل الخضة اللي انت عملتها لنا دي مين حضرتك دي يا سيدي نجلاء اخت مراتي اه بجد انا بسوط بجد قوي عدولة انت جماعة قلتك كلها النهاردة عشان تتعرف علي ولا جماعتهم ولا حاجة يا سيدي هم كلهم قاعدين عندي انا في البيت ايه كله دول قاعدين معاك يعني راجل وشوية ستات راجل وست ستات يا سيدي وموضوعك ده واقع فاهمولك بعدين هاي لا هاي مستر بومبا ايه بتعمل كده بيه ايه دي يا سيدي مراتي وبتعمل كده ليه موضوع فاهمولك برضو بعدين اوه ازاي كسناء عامل ايه لسه بتخافي زي ما انت ايه بخاف دي انا ما بخافش انا خوف استات بالجماهير باللعيبة كمان قلب خاف قال يبقى اوفر زي ما انت وانت عامل ايه عالدولة شغل فن دلوقتي انا يا سيدي عندي بازار بازار ازاي يعني ايه اللي بازار ازاي بازار يعني المحل بنبيع فيه تماثيل وحاجات زي كده للسياح يعني ها ها وانت يا ياسمين عامل ايه في المدرسة شطورة ولا طلعة زي باباكي بازار لا شطورة زي باباكي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنا اللي بصمم المعارك في الأفلام هو لسه فيه معارك في الأفلام طبعاً حرق غرق دم كل حاجة موجودة ساسبينس هيا الشمطة دي فيه إيه يا عمو فيه عدد الشغري تعال يا موريكي البسي ده شفت يا ماما شفت إيه طول عمره رخب وبيجيب الحاجات اللي بتخوف دي ما تخفيش يا حبيبتي ما تخفيش إيه يا ابني طول عمرك بتعمل حركات كده ليه عقدتلي البيت لسه لجاية يا رخم يا رخم ياه روحي يا اخت فتحي الباب روحي ياه 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 يا ابني خايف من إيه فيه يا رمز إيه ده يا دولة انت جبت حيوانات في بيتكم يا دولة ياه ياه حيواناتي يا ابني انت مش عارفهم ولا إيه ولا 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 ايه 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 بديك فلوس ايه ده انا بديله فلوس بالهبل والله يا لانية ما انت عارفا يا عارف ده مابديلوش أقال من ألفين جنيف الشهر ايه ده؟ بجد؟ فعلاً شكله طفل الفين جينامين يا دولة وانت مشغل حد تاني معاك في بازار يا عامل اه هبقى فاهمك بعدين بعدين بس تصدق يا دولة صاحبك ده في حاجة في وشه بتحسك كده ان عنده عمق انساني اهه ايوه بص بص عامل ازاي؟ انت هيبني هايل جميل تنفع قوي في ادوار الشر ربنا يعمل بيتك يا رب قادي الناس اللي بتقدر الناس اللي زيهم شر ايه شر ايوه بتاع ايه لا انت فهم غلط ده بكتير ويعمل دور الغبي وهيبقى متميز في ما تقلقش يعني سداني يا دولة بجد بص بص النحطة وشه بص كمية الشر اللي بواه مش طبيعي انا شخصياً خفتي للوقتي مش طبيعي طمحنا فيها اهو احنا نمثل مع بعض انت هتعمل دور الراجل الطيب وانت هتعمل دور رئيس العسابة ايه ده؟ هو ممكن هنا؟ ده السينيما تنعت سهلة خالص طبعاً كل شي متاح مع بومبة ملك الاكشن يلا هنبتلي بص هو هيخش عليك دلوقتي هتليقى رفع حاجبه ايوه تشك فيه خالص بعد كده هتليقى بيهجم عليك ومسك سكينة برضو ايوه تشك فيه خالص هتليقى هاجم عليك بالسكينة وهينزل عليك ايوه؟ ساعتها بقى هممكن تشك فيه صدقني ايوه تخف منه هيهجم عليك تروح انت الهاجم عليك ودروح شايله ودروح شيله بيله ه أولاك هب ترميم البلكونة ايوه 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 بقى يا اخى يعني الواحد يستفيد ليخلص منه ورميم البلكونة قول اكشن قول اكشن 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 ايه يا دولة اكشن ايه يا دولة يا امدي بيقول لك ايرميم البلكونة يا دولة لا انا لسه صغير ادولة بقى الصغير انت هتعملي فيها عايلي ياض ده اكل ك largoその wegen ده الشغل ثاني يلا عشان نرميك من البلكونة validated LET's work on my own أنا عندي خيل سينمائي أنا عندي خيل سينمائي يا مستر بور حتى شوف المفروض بقى دي اللي ترميها بالبلكونة عندي دور لي؟ طبعا أنا عندي دور لفي كده؟ عندي دور خدامة خدامة؟ خدامة؟ أنا أعمل دور سيرفنت؟ لا 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 أنا ما قلت سيرفنت؟ أنا قلت خدامة؟ مش هنقض بقى نعوك؟ ثم دور الخدامة عندي ده دور مهم جداً بيحرك الأحداث وبشكل عشوائي لعلمك بقى دور الخدامة ده حيليق عليك جداً وهتعمليه بطبيعية وبرومانسية ممكن تخرس انت يا سنة؟ أخرس؟ توصد ياه يا رمضي أخرس؟ أخرس؟ إيدي 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 إيدي؟ أبا أحسن هتكلموا ما وعدوا ليه؟ وبعدين؟ بس بس آتي تخرسوا يا عادل ها خلاص؟ بعدين؟ هتقعدوا تفضحونا قدام اللي ما يسواش واللي ما يسواش؟ يلا تفضلوا خشوا تفحوا شكرا يا راني شكرا يا راني يلا تفضلوا تفضلوا الغداء تفضلوا الغداء يلا تفضلوا الغداء هنأكل كلنا وعملين حاجة جميلة ودماءة خفيرة هذا راني اللي طبخة يا سيدي تفضل عملة فراخ بالحركات وعملة دي كوسة وفي عاندك جدا دا و específic وعاندك جدا وابس، ممكن يا كلا يا جماعة خليكم فش يا دولة يا دولة الموبايل المصدعنا داون يا دولة ما ترميه احسن يا عمي انت مين اللي انت بنفقده ده؟ انت بزعاق اللي sensitive ولا 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 ده زفط الطين بومبة يا راجل انت لسه ما تخلصتش منه يا دولة مش كنت عارفت الاول اتخلص منك انت شو انا بستعمل لك ملا انت بليه كده بس يا دولة والله العظيم يا ابني انت مش هتلاقي حد يحبك وامين عليك غير يا دولة ده اهو بص ربنا بعاتلك بومبهون علشان يعرفك انتك 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 يا ابن تلات تعريفة بالكتير يا ابني امتي يا ابو ايمة اه شكل ومش هيسكت لازم ارد عليه ايه الو ايه بوم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ايا ياس 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 نو 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 ياس ياس خلاص اه ماشى اكلمك بعدين هكلمك بعدين اول مفضل اه اه اوكي 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 سلام 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 ها حالكتله يا معلم ايه بقول لك هادول انا عايز احلى انا كمان يا سمين هيدا هي재 ايه الا اعمل فيك جدا اهيدا هي毤ا انت ايه الا رابط الكادم سان 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 انا اف ker طوف ايه الا اعمل فيك جدا يا نهارس واحد وايه دا وحبلة خينج دولة حبيبي ايه بنامي خيالها الشنو ماي بلعك بنتك انت اللي تكتف هكذا وتقول لي streamline 참 سينمائي. وبعد شوية اتكلمني وتقول لي انا طالب فيدي عشان تنمي خيال انا السينمائي. المهم يا عدولة انا اجعان اوي. انا بقاني عشرة ساعات بلعبها. ومراتك كله ده تعمل اكت في المطبخ. احنا عاصل في البطني صلصوت. انت مش هتبطل برشت على الخلق كل شوية تاكل عند حد. ايه مشكلة يعني? ما طالما فيه كروديات زيك. اعمل لنا عايزه. كروديات? وبتقول لي كلمة زي دي وقدام بنتي. ماشي يا بمبا. لا 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 يا عادل ساري بجد مش هينفع كل يوم اقفل مطبخ بالساعات عشان اعمل اكل لصاحبك السامج ده. بابا يا هو يعني ايه سامج? سامج يعني بايخ يعني رخم يعني غجت تلاقيش يا رانيا اوعيدي كندي اخر مرة يدخل فيها البيت ده. اه? وانت هتعرف تتخلص منه? فاكر زمان لما معرفتش تخلص منه واعملنا له عمل? ايه يا ماما بس المرات دي ان شاء الله مش هنضطر نعمل له اعمال ولا اي حاجة. انا عندي خطة بازن الله ما تخرش المية. وانت يا سمين البت صاحباتك اللي انت تخنيت معاها دي? وقلتلك لا ما ينفعش تخنقوا مع بعض ولازم تقول اصحابه الكلام الفرق ده? لا اتخنق معاها. وبقدكوا بالبنية اوفمان اخرها. مش عايزي تسكوتل اي حد. ها? خنق ايه? بالبنية. يا عدولة حبيبي. هو ده بقى البازر اللي قلتلي علي؟ ده جاميل قوي. ما فين بقى السواحة المطحوضة النهو من المالين المكان ومرشيوينه في كل حتة. اه سواحة دول مش بيجوا. واه. ولا يخوضوا؟A. اه. Den't be stock .-s في اي وقت يعني دوليهم موعيد وليهم برامج وليهم جداول انت فاكر الحكاسة بها لا لا كده يعني. بس انت بقى واضح ناربان افتحها عليك قوي يا دولة. انت انت طلعت مش سهل. هو صراحة انا مسهل ومس صعب. انا دايما ببقى مواري بالباب. سياح وموعيد وجداول. وايه بقى اللي منيم التحفة ده مع نيفرتيتي? ده اصله تعبان معايا طول اليوم النهاردة في الشغل. فعشان كده ما ايل شوية هو ونيفرتيتي. ازاي الكلام ده? طب والناس تقول ايه? فيه سمعة المكان. سمعة البازار. يعني انت قلقك قوي سمعة المكان وسمعة البازار مش خايفة على سمعة نيفرتيتي. انا والله الان على سمعة كل التماثيل اللي في البازار لدرجة ان بفكر اجيب حد يقف معايا هنا في البازار. بجد طب انا موجودة هو. انا ممكن من بكرة الصبح اجي قطلك في البازار. توقفين يا. افر ماي بادي على جثتي. تكسرت التمثال يلا. يلا اعمل فيك ايه? اعمل فيك ايه? انا مش فاهم انا بس 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 يلا. امال انت بقى يا عم بومة فين بقى الافلام وفين الاخراج ومشاريعك الضخمة. انت صايع بقى مواركش حاجة. اصل بصراحة بالجد يا دولة. ما زلناق معايا اول يومين دولة. مش اهو انت كنت فيلم الساقة? لا. بس انتهاموني فيه. طب والله الناس دي بتفهم. ما قاستقولي كمان انت بتفهم. لا بقولك ايه? احترم نفسك انت هتبقى صابع عندي احترم نفسك. ولا 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 ايه يا رمز ايه رمز انت هتزعل صاحبي هنا في البازار وقامي ولا ايه? ما انت شايف ادولة بيقول ايها دولة. خلاص خلاص تكر على الله. دلوقتي استاذ بومبة انا بفكر يعني في المشروع ده مشروع ضخم جدا بالسهل خالص. بفكر ان انا انتك فيلم وانت اللي تخرجه. بجد. ابوسي ايدك. بجد ربانا تخليك ليه بجد يا عدولة. انت هتنتشلني انت الوحيد. خلاص خلاص خلاص. انا كنت عارف كده ايه يا دولة انت جن انت يا دولة هتخلي الغبي ده يخرجلك فيلم يا دولة. لا وبعدين انت جبت فلوس منين اصلا انت تكسب من ورايا. ولا 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 انت بتتكلم ليه تتكلم ليه. ايه دولة ما انزيمي. هناك هناك. يلا سيت. سيت. no. good boy good boy اسكت خالص هو عارف بيعمل ايه. ايه المهم؟ افهم من كده ان انت موافق? طبعا موافق. هنتدي الشغل من امتى? اه بس للاسف في مشكلة صغيرة يعني. مشكلة ايه? انا اصلي عارف كنت متامة بالموضوع ده جدا لدرجة ان انا جبت كاميرا مخصوص للتصوير. عارف جايب كاميرا يابانية من اليابان. دي عالك كده اصلي. اما ليه انا اجيب كل حاجة من بلدها. يعني أنا أجيب الكاميرا من اليابان أجيب الجبنة من دميات كده يعني بعد ما جبت الكاميرا للأسف حصلت مشكلة كبيرة قوي إيه اللي حصل؟ مفيش أنا مكنش عندي مكان أحط الكاميرا فيه فدتها لأم إبراهيم جرتنا يعني تشيلها عندها يعني أم إبراهيم مين؟ أم إبراهيم دي واحدة جرتنا سيت لطيفة جداً إدتها الكاميرا بس للأسف مسكت في الكاميرا مرديتش تدهاني تاني مش عارف أعمل إيه لا! معقولة! معقولة دولة! خلتوا مراهيم تأمل كده! لا يا عم! انا مش مسد على فترة! انت بتكلم تاني ليه؟ اي اصلية ما تأمل؟ نو! اي امينة! نو! 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 هناك! 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 اعض! 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 طب وقتين ما ليه عالدولة دلوقتي؟ مش عارف! مش عارف! ومال فين بقى خيالك؟ بقولك ايه؟ انت اللي هتجيب الكاميرا يا منامي! 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 هتجيبه ازاي؟ اههه! انت هتطلع على شقة ب Chat monrov and herux هي عندي في العمارة هوا خد بالك مفياش حد عنده مبراهيم خالص السعادي هتدخل على الصالة هتلاقي ام ابراهيم تاجهالها كأنها مش موجودة يا مش موجودة ب الصالةนะ دلوقتي خالص هتمشي شوية بعد ما تعدب لصالة هتلاقي القضا بتاعتها فش حد خالص ما هي بالендغي هو الودي براهيم ابنها تجاهله تماماً هتلاقي شوية عيال تانيين إخواته للودي براهيم برضو تجهالهم المهم هتوصل للكاميرا جنب قط النوم في الكومودين بتاعها هتاخدوا هتاخد الكاميرا مش هتاخد الكومودين وهتاخد الكاميرا وتجيلي وأنا عليها الباقي يا معلم جايلك جايلك يا مبراهيم حدل حدل انت متأكد ان هوا موجود الوقتي عند مبراهيم أيوة أنا بعتل لقضر بإيدي بابا مش حرام عليك اللي بتعمله في أملك البومبا ق forme تعالي عيشت وده بومبة بومبة شي حرامي منتع little قمت بالعلام جاهرا بالكديوك امشي 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 لك هنديلك امديلك الحاني! الحاني! الحاني يا أساس عادل! ليس ان حرامي تعادل في البيت! حرامي؟ كيف يجي البيت وهو عارف ان انا ساكن في البيت ده انت تتجننت ولا يا حرامي؟ الحاني يا عادل! انا الشحوارس! الحاني! مز بنينك! مز بنين! عادل ميل يا حرامي! وعشان سمعتها بتقول اسمي! بتقول اسم انت كمان كأنك صاحبي يعني! لا لا! لو النبي عادل وديلي الاسم ارحم! ارجوك! انا مش حايز اموت! انا اشنا مين؟ انا يا رمزي! مين؟ مين اي يا غبي تعالى! خشوا يا رجالة! ها جبت رجالة؟ هم تقدولها! بص يا جماعة عدوا واحد اثنين ثلاثة بدأوا ضرب! واحد اثنين ثلاثة! اضرب! مش ده مش! او ده 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 احسن! قال ان النوم سلطان ده مش بس سلطان ده ابو السلاطين كمان! انت عارف يا عادل؟ النوم من الناحية البيولوجية مهم جدا للانسان! والعلماء كلهم اسبطة! انت عارفة ان انا فعلا يعني ميت متعب ونفسي انام بجد يا رانيا؟ صدق ان انا غلطان ان انا حبيت اضيف لك معلومة مش عندك اصلا! والله ما تستاهل! والعلمك! انا اصحابي كلهم معتمدين علي في امورهم الحياتية وما بيعملوش حاجة غير ما بياخدوا رأي! عشان كده حياتهم كلها متهببة ومتلغبطة! مش مصدقني يا عادل؟ طب برفع سمعت التليفون واسألهم يا عادل! من غير ما اسأله وبعدين ببساطة خالص! يعني انت عايزة تفاهمين ان انت عندك اصحاب! ده انا ساعات بحس بجد يا رانيا ان انت مقطوعة من شجرة! يا سلام! حوش الراجل حوش واصحابك! عايزين بقى نعمللك فهرس بأسماء اصحابك! ليه وانا مصاحب كتب! وبعدين الاصحاب مش بالعدد يا ماما! ولكن بالنوعية انت عايزة تجيب اصحابك اللي مرهمش لازمة دول اصحابي! تقصد انت بتغلط فيها عادل ولا ايه؟ انا مبغلطش فيك عموماً العلاقة بين اي راجل وراجل غير العلاقة بين ست وست الموضوع مختلف تماماً! قصد ده كيه برضو مش فهمة! يعني العلاقة بين اي راجل وراجل بتبقى مبنية على ايه؟ على الرجولة والشهامة والجدعانة والمرجلة! لا حرام! واحنا العلاقة بيننا بتبقى مبنية على الطوب والزلط والعبط اه؟ اه انا ما بقولش كده لكن بقول مثلاً العلاقة بين اي ست وست بتبقى مبنية على الرغي واللت والعجن واي كلام بتعود وتتكلمه طول الوقت ما بتزكوتوش يلا! ايه اللي انت بتقوله ده ده سفه اللي انت بتقوله ده تقول ان انا رغاية انا عمري ما رغيت اصلاً هو انا يعني ديك ان اقول لما جيت كلمتك على موضوع ماما والمشاكل اللي بينها وبنسناه ده ما عندنا برغي اه لا انا برغي اه لا انا رغاية انا عمري ما كنت رغاية انا عساساً بحاول احل كده المشاكل اللي بينها يا ده يا رمزي ما قالك مسك دماغك ليه؟ واحد كون بتفكر مثلا ان انت تدور على مخك مش هتلاقيه اه لا يا دولة اصلا انا حاسس باصداع جامد قوي ملاقيش حاجة معاكل مغص اصداع ولا مغص ولا كوكتيل مع بعضه؟ لا يا دولة انا مش عارف يا دولة يعني لما بحس باصداع يعني رجلي بتوجعني مش عارف ليه قالك ان انت ابنم ازينا يعني احنا بنقادمين انت مخلوق مختلف يعني فاكيد طبعا مخك مش في دماغك مخك في رجليك فعشان كده لو انت تمشيت بقى وروحت على القهوة جبتلي كباية شاية هتلاقي ايه الصداع دراع على طول ماشا دولة يا الحمد لله الصداع راح يا ايه الصداع نزف ولا ايه؟ يلا دروح اتشاية عادل عادل سعي الصحبي وحبيبي عطيه البنداني انا بديني يا صغير يا ريالي يا بنا بياد ازاها اياك؟ وحشني جوا 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 والله انت وحشني اوي اهلا بيك ازاك عما عطيه مبسوط اني شوفتك الله الله يخليك عدول الله يخليك اهلا بيك عرفك عفاف مرتين حسن ولدي شنططين اتفضلوا اتفضلوا هاي الكرسي اذا يا ربس اتفضلوا اتفضلوا اهلا سهلا منور والله الله يخليك ده نورك عدول ياه انت فين يا عم فينك من زباه يا راجل انت بتسأل يعني خبر ايه؟ ما انت عارف يعني عطيه الدنيا مشاغل وتلاهي يا الدنيا صح مشاغل وتلاهي والحالة بجد غلو مين الاخ ده الاستاذ ده مين ده؟ لا ده مش استاذ ولا حاجة ده انا اقول له هو بيورفوس اصلا اشتو العمر ده من خفيفة عادل ربنا خليك اهلا وسهلا منور ويعني ايه الصدفة السعيدة دي؟ والله يالله اسعد شوف اقول لك على حاجة حتشوفني يومين واربع اليوم يومين اش معنى يعني؟ انا اصلي قتب صافر قم معاد اقلاع الطارد اخر يومين قلت ياه ما تعودش سوهاجي وتجع بعد يومين ادور على واحد صاحبه وحبيبي اقل عندي اليومين دول جوم جاعت ادور ولفلفلفلفلفلفلفلفلفلفلفلفلف ضطيت جدامي اجدتلك على طول انت متأكد ان انت دورت ولفلفت كويس يعني؟ يا راجل عيب اه دورت ولفلفت ملجدش غيرك انت؟ ده الدنيا صغيرة جواه ايه هي صراحة الدنيا صغيرة اه بس الشقة صغر يعني لا ما بقولش بقول اهلا وسهلا يعني ان شاء الله كل حاجة لها حل ومنور واهلا بيكو هتا اي حاجة يا ابني عصير التوت تفاح اه بلح اي حاجة ايه تفضل ايه ده؟ التوت اهلا وسهلا اهلا وسهلا الدكتور عطية البنداري ده كان زميلي كان زميلي في الدراسة وهو من اهل الصعيد يعني ومنورنا هنا في مصر طبعا والمدام مدام عفاف دي زوجته وحسن ابنه ودي الشنطة بتاعتها اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بيكو يا مرحبا اهلا وسهلا باهل الصعيد زرنا النبي والله ايه صلت السلام اه اعرفك بقى بعلتي دي رانيا امراتي ودي حماتي ودي اسمين بنتي ودي ماما ودي سناء اختي والله العظيم ثلاثة ومليكه علي يا يمين كاني جاعد وسط عيلتي في زوج طبعا طبعا منورنا والله يعني هو دكتور عطية يعني كان مفروض مسافر يعني بس حصل مشكلة معه في شركة الطيران فان شاء الله هيقعد معنا يومين ان هو في البيت بتاعنا يعني واحنا طبعا كلنا مرحبين ويعني اهلا وسهلا بيه طبعا ولا ايه؟ طبعا اهلا طبعا اهلا 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 بحضرتك طبعا ما هي دي الصداقة ودي الصحبية وهما دول الاصحاب يا عادل مش كده يا حبيبي يا الله الله يا جماعة انا قلت العطية من الاول ننزل في فندق قال لي لو عارف استاذ عيدل هيزعل جو 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 طبعا لا هزعل يعني هو أصلا عارف عطية من زمان بيقعد يتهيق له حاجات ما بتحصلش هزعل يعني طبعا والدكتور ان شاء الله قاعد معانا قد ايه؟ يومين يومين والله كان نفس عجل عم عكوا بكتر من كده لكن اهل غصب عني كاليه لا تقعد معانا قطر من يوميات ما تتذكرة ممكن أتغيرها ما هي الدنيا فسحة مش كده ولا ايه؟ كل حضرتك أيه سيجع عليك يسيد عبد الرحيم الجناوي ضغطيش عليها تكبر في دماغي خلاص يا حماتي ما تتغطيش عليها حماتي وبعدين ما جيد ماتتتغطوش عليها يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا اهلا بكم اتسد جو؟ انا احاس ان اجاعد في بيدي. ما البيت بيدي؟ اه طبعاً يا جماعة انا عايز بس افهمكم حاجة مهمة جداً ان الموضوع اللي حصل ده ما كانش بمزاجي يعني كان غصباً عني زي ما انتم شايفين وانا دبست في الموضوع ده وبعدين يعني هم كلهم يومين ويتكل على الله يروح ماشي يا عادل ماشي الراجل اللي حاجي يقعد يومين دول حيقعد فين؟ هننصب له خيمة في الصالة؟ لا يخسى عليك يا سنة ايه الكلام اللي بتقولي ده؟ لا طبعاً احنا كده حبيبتي اللم بعدنا بربطة المعلم وروح نقعد في اي قتل وهو يفضل يبرطع في الشقة زي ما عايزش نبقى قعد مرتاح يا جماعة بس يعني انا مش عايز طول الوقت لتو عجنو ده اللي انا باخده منكم مفيش اي حاجة مفيدة انا بقولكو يا اخوانا هم يومين بس فكروا معي عيبات فين يا جماعة متبسليش الجماعين ـكIP! العشانkar parties تبعيدوا عنها باش عيبات هنا خالص يعني اطك ايه اللي متمفع potentialين Project Lisa ! هيال تنفع حب لأخيك ما تحبوه لنفسك يا ابت VR عم! هي مشكلة يا عادل تبس الراجل ده حيبات فين؟ وعلى حساب مين فينك انا عندي الحلة يا ماما قول اخلصنا احنا عادين بدنا ساعة اه انا بفكر يعني اآآ رانيا يا رانيا يا رانيا استني انت لو بيت تنهوك مع ماما في القوضة في الحالة دي احنا هنسيب له القوضة وانا مستعد انام في الصالة ايه رأيكم؟ لا والله ومين بقى حضرتك اللي اقوحلك بالمهامات والايهامات في المغاك والخيالات دي ان انا على اساس الحسيب قطي واطلع برا يا رانيا اخلي بالك ان هو صاحبي يعني وبعدين لعلمك بقى انا اكتر واحد متضرر ده انا اللي هنام في الصالة وانا زنبي ايه هو صاحبي ولا صاحبك اتحمل صاحبك يا حبيبي يا سلام يعني لو كانت صاحبتك وقعت في نفس المشكلة دي والتغارة بتاعتها تأخرت يومين مش كنت هتبيتيها هنا وانا كنت هستحمل برضو يعني دلوقتي بس صاحبي بقى مقد المام اه طبعا صاحبك طول عمرهم قد المام مين قال غير كده خلاص بقى يا رانيا ده جوزك برضو وده صاحبه انتي تيجي تعودي معايا هنا وهم يومين هيعدوا مش كده ولا ايه اهلا 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 وسهلا منورنا والله يا دكتور عطية انتي والمدام طبعا منوران زك حسن عامل ايه ما تتخيلش مدى سعادة البيت بيت كامل كلهم عاملين بيقولوا ايه ده صاحبك ده منورنا جامد يعني وكده وعمل اقول لهم يا جماعة يعني ما بلاش مبلغة يعني في الترحيب قالوا لا ده حقه طبعا يعني والله العظيم ثلاثة المدام وحسن نفس الاحساس عنديهم يقولوا لي يا عطية ده كننا عندينا هناك في سهاج منطفتك كننا نبيتنا يا سلام والله القلوب عند بعضها يعني وبص انا عايزك فعلا تحس ان انت في فيتك يعني مثلا لو فيه اكل معين بتاكلوه شربه معين بتشربوه يعني بص اطلب من غير ما تتكسف خالص انا اخوك طبعا عطية الله يخليك عدوه اللي هو يعني اصل في الفطار عندنا شوية طلبات كده للولد حسن يعني هو اصل الحب في الفطار يحب يعني يا بيت مسلوجه وبيت عيون وحب كمان لبا منزوع الدسم ولو فيه عيش ما محمص جوي ولا محمص يعني شوية يعني بني البنيل يعني وبعدين المدام عنده صلاة حب الشكل لما جوي ياه سادة اللي قال فعلا والله عاطية الايام الحلوة بتمر اوام شو بص اليومين خلصوا بسرعة ازاي دلوقتي حالا ياه كان انا عارف طبعا ان انت زعلان ان انت ماشي يعني واليومين دول صعبوا عليك انك قابلت صاحبك وحسيت انك في بيتك وكل حاجة بس انا كمان زعلان والله اكتر منك بص الزعلان ازاي يعني والله يا عادل معارف ابتدي منين الحكاية يا سيدي اي حكاية عايز تحكيها احكهانا واحنا رايحين على المطار ما تقوم تغير الجلبية دي بقى يا عم ومت تكرع الله واه لو فيه مطار من اساسه ما فيش مطار ايه اه هاتسافر بالباص ولا فيه حط باص امار ايه هاتسافر بالتوكتوك ولا ايه علي اليمين ما عارف اقول لك ايه يا عادل باسسطانية بصراح يا عم يا عم هربان من الناس بالدور عليها لعيندي طار يا عادل طار؟ معقول اعطية انت قتلت انت قاتل يا عطي قاتل علي اليمين ما قتلت احد هم اللي يعني عليك طار ازاي؟ بالوراثة يعني ولا ايه؟ لا افاهم اكاني امسك اللي فشارة دي قال كنت معالج جموسة عندنا في البلد جوم عالجتها غلط ماتت الجموسة اصحاب الجموسة رأسهم والف جزمة قديمة يقتلون بدالها قال ليه جموسة وارسين على ابوهم وغلي عليهم يا سلام يا عاطية تم كنت تديهم تمن الجموسة وتخلص من الدوشة دي علي اليمين عرضت عليهم الطاق طاقين وثلاثة واربعة مرضيينش يا للدرجات دي يعني الجموسة دي غالي عليهم؟ واحد منهم جلوا هم طنجر العمة لو كتلت والدي كان حسلك ياه؟ طب وانت كنت بتفكر بقى يعني انك انت في موضوع السفر ده اما تسافر وترجع يكونوا نسيوا؟ المشكلة ان كتبت عليك لما قلت لك انت حسافر برا مصر انا هربان منيهم عشان بيداوروا علي اه يعني كمان مش طلعت بقى قاتل جموسة ده انت كمان طلعت قاتل وكذاب معقولة يعني عطية ما عليش يا عادل غصبي علي قلت بصراحة اخترتك عشان هم يعرفوش طريقك هم دلوقت بيدوروا علي فمعلش؟ ياريتهم كانوا يعرفوا طريق يا عم وخلصنا من الدوشة اللي احنا فيها دي معلش يا عادل يعني انا بيش هطول في الجاعدة عندك هم يعني شهرين ثلاثة كل اربع شهور وبعدين فك من عندك يعني ماش عاجل تفك من عندي ثلاثة اربع شهور وبعدين تفك ايه يا عم تفك ايه يا عم استغفى الله العظيم والله ما عارف اقولك ايه بس بص حلها الوحيد بقى ان انا افكر ان نشوف اي حل بس الجماعة اللي هنا لو سمحت انا هنزل روح البازار وارجع ياريت ما حدش منهم يعرف اي حاجة لغاية ما نفكر هنعمل ايه ايه يا راجل سر كبير سر انا اللي ببير ماشي ما اقول لك يا عادل ايه انت الفشار اللي انت جايبها داي مليحة جوي 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 جريت تكتر وينها وانت راجع ليك عندي حل يا دولة اقوله لك لا ما تقولش عناية يا دولة بص يا سيدي انا شفت الحل ده قبل كده في فيلم انت احسن حاجة يا دولة تعملها تخلي صاحبك ده هوا يقوم واخد كافنه ورايح للناس زي ما البطل عمل في الفيلم بالزبت ويقوموا هما بقى ده بحين مكانه خروف واحنا بقى هنبقى ساعتها معاه نقوم واخدين بقى نصبنا من اللحمة ولا منشات ولا منرحمة على اساس ايه يعني انا مش فهم يعني انت كل اللي همك انك انت تاخد حتة لحمة ومش اشكال بقى عطية صاحبي ده يموت ولا يولع يعني انا كده غلطان ان بشوف لك حل يا دولة اه انا اللي غلطان ان انا بتكلم معاكم بقولك على مشكلة ايه امشي يا اخونا من وش يا له سلام عليكم وعليكم السلام ايه ايه ده انتم مين اذاك يا اخي عادة اه الله يسلمك يعني انتم مين اني عمطر ابو شنب واكيد اللي معاك ده هو الشنب لا دخول الهلال ابو شنب اخوك ازاي يعني مش معقولة اكيد هو من شنب تاق من اب تاني مثلا مش عاجبك ولا ايه عموما ده مش موضوعنا نجايل لك في كلمتين ورد غطاهم يا اخ عادل تفضل يا سيدي تفضل يا استاذ عنطر اقول الكلمتين وانا علي غطاهم يا سيدي نعايزينك تسلمنا عطية البنداري اللي مستخد باحداك في الشجة ايه اه عطية البنداري انا ما عرفش حد بالاسم ده يا دولة عطية السعيد يا روفي يا اخ عادل على رأي البليس الانكار مش هيفيدك احنا مركبينه وعارفين انو احداك في الشجة نخرب بيتك يا عطية على بيتك يا رمزي والمعلومة احنا كنا نقدر نخش نجيبه لكن عيب الشجة فيها فتات الحمد لله ان فيها فتات اخيرا بقالهم فايدة ناوي تسلموا هلنا ولا نتصرف بطريجتنا يا عم ايه ده انت بس بمسدس اللعبة اللي في ايدك ده بس عشان ما يبصوا ومتعرفش ترجعوا ايه ده كده انا بتكلم عن الراجل يعني بص يا حضرتك انا من رأيي ان احنا هنتفاهم نتفاهم؟ نتفاهم عليها عاد من اللي حصل حصل وماتت احلى دموسا في البر كله فنحر ايوة يعني مش معقولة حضرتك يا اتموت واحد عشان خاطر جا موسا ما انت مش عارف غلاوة الدي موسا عندنا كما انت شايف إه ان ان بيحصل للهلال عندما بتيجي فيرة الغالية اه خلاص انا من رأيي يعني يهدوه بس يا استاذ هلالي انا من رأيي انك تمع انا وحضرتك والاستاذ هلالي والاستاذ عاطيا نقعد مع بعضينا نشوف حل الأحكاة دي عالي إيه؟ بقول لك أحلى ده موسى في البر كله يا عزو ما تقول شوه بقى تقول جا موسى الراجل بيأمل بقى لك يا سعادل ده لو كان جه على عيل من عيالي كان بقى قهوة في ده يا يعني قصدك ايه الضحي بعيل من عيالك يعني؟ الخلاصة ننجي لك بكرة في نفس المعاد على الجهوة تكون جاي وجاي بعطية البنداري معاك وإلا حيبقى لي لتصرف تاني ايوا ولو ما جيتش هتبقى العواجب صعيبة عليك مش عارف يا أخي هلالي أنا شاكي كده أن أنت تبقى من الصعيد عالي قال من وين يعني؟ بني جيلسي؟ لأ حسس الي انت ملقصير ملقصي يراين لكنت بتجري وانتأصغر من كده د 입ة اي اي جاموسى معدية جاموسى جاموسى خلاص 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 أنا آسف أنا آسف أنا نحسف عادل أفندي انتش عارف انه بيحصل له كده اما الواحد يقول جمو اسمه عادل دبا انه بيضحك علينا ومش ناوي ايجي يا اخوي يبقى هو الجاني على روحه لا هو الليع بعيال ولا ايه السلام عليكم يا بلدين عليكم السلام عليكم ما تعرفش قطر السعيد اللي بيطلع من محطة مصر حيطلع الساعة كان بالزبط واحنا ايش درانة شايفنا كومساري ولا ايه روح روح افعل في المحطة طيق محسبكم عن تبلي ابو حواجب بطل من ابطال السعيد الجواني وانت ايه اللي جابك مصر يا اخ عن تبلي بني وبينك فيه طارك وتجاي اخده بس ضميري صحي وقال ارجعي عن تبلي ارجعي عن تبلي وارجعي عن تبلي وارجعت عن الطار يعني اقفرت افطارك ولا ايه ده عار عليك ده انا طخك يا عم اطخني ليه انت مالك انت مين ده ده اخوي الهلالي اخوك الهلالي بص يا هلالي 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 ملوز زنبه عنده عيال ملوش زنبي كيف يعني؟ يولا إن اللي حصل إن الحمار بتاعه رفص الخروف بتاعي فجتله ها؟ فجتله فأنا قلت راسي وقال في سيف لازم أكتله لكن ضميري صحي ها؟ ضميري صحي وقال لي يا عنتاب لي يعني انت سهبل يا عنتاب لي دي عنده عيال بأ وعملت ايه لما شفته؟ أول ما شفته شفت عياله وهم متيتمين ومتشردين في الشوارع صعب علي وضميري صحي ما كل شوية يصحى ضميري صحي وقال لي ايه؟ شوية عملك ده سدك كلامك صح مش عارف ليه مؤثر فيه كويس إن كلامي مؤثر فيك إنتي لو كان أثر فيك إنتي ما كناش عن لجيج واصل قلبنا يجد ما فيه الخير طيب أنا هتكل أنا عالله عشان ألحق القطر لأن ضمير ايه صحي؟ ايه هو وقال لي ممكن ما تلحقش القطر سامو عليك السلامة يا بلدينة توصل بالسلامة إن شاء الله عادي يتأخر علينا يا عنتر ما لك يا عنتر سارح فيه نفكر في كلام الراجل اللي اسمه عن تاب لي ده فد الجلامه صح يعني ايه مش فاهمك انت ناوي علي يا أخوي سامو عليكم ومعليش اتأخرت عليكم المواصلات بقى انتو عارفين عاملت ازاي يعني انت هتضحك علينا ولا ايه كنا متفجين معاك تجيب عطية مش ولده يا عم بلاش مستس اللعبة اللي في ايدك ده أنا أصلي صراحة يعني بص يا معلم عنتر أنا بصراحة كنت جايب عطية معايا لكن حصل ظروف يعني يا ريت بقى القصير الصغير ما يتكلمش قول اللي عندك ايه اللي حصل الحصل يعني صراحة يعني ان انا اما الولد ابن عطية يعني حسن اسمه حسن هو اما عارف ان ابو يعيني بقى هيتقتل وان هو هيتيتم وهيتشرط في الشوارع وكده فمن ساعتها بقى من بالليل يعيني مش عارف بقى لا يضحك ولا يتدايق ومكتائب وزعلان وكده يعني قصدك ايه بالكلام ده يعني قصد يعيني ان الولد من مبارح مدقش لقمة فوقه مكلش خالص لا كنت يا عم بص يا عيني متعب ازاي ومتدايق عاف الله عما ثلف فدايا للجاموسة عشان غطر ابنه بس يدفع تمن الجاموسة برضه يا سلاو انت جيت في جمل يا عم دي جاموسة يعني مجراش حاجة وبالمرة بقى يا جماعة انتو الاتنين تكونوا معزومين عندي النهاردة ناكل لقمة مع بعض كده واتبلغوا عطية بنفسوكم اتفقنا اتفاجنا اهم حاجة بالله يا جماعة انا مبسوط ان انتو ضمير كسوحي يعني ما شاء الله يعني السلام عليكم السلام يا ابني دي اشاعات يا ابني الهزول ما تخرمش ولا حاجة اسمع بقى اسمع بقى انا اسف اتفضل كمل يا جازمة احنا بقى يا سيدي ككماليات حية لينا طبعا اذنين اللي احنا تقريبا بنسمع بيهم دولت كوكو الارض كوكو اسمه كوكو ده على اساس ان الارض على شكل بطة يعني ولا ايه لا لا مش هكمل مش هعرف يا كمل انا اروح بقى اقدم معلوميات دي اللي حتة وفاتلة غور غور يا لما تكملش في ستين ده يا حاضر يا دولة هكمل لك كوكو الارض ده بقى ليه اذن واحدة بس بيسمع بيها المعلمين سموها الازون المعلمين اللي هما زي العلماء يعني سموها الازون ده حاجة حلوة ابتدت فهمني يا دولة ابتدت فهمني يا ابن عمي الازون بقى دوا اتخرم الازون اللي هو زي الودن بتاعت الكرة الارضية ده حد مثلا جي في الودن دي وقالتوت ولا مثلا الكرة الارضية بتستحمى دخل في ودانها مثلا شوية صابون ومية بونجورنو سينيوري بونجورنو سينيوريتا اهلا اهلا دولة هي ايه اللغة دي ايطاليا بتاع كوكو ايطاليا جاموسة اه طبعا يعني بس احضرتك يعري احنا كسبانين في الحتة اثنين جنيه يعني ده اقل حاجة نقدر نكسبها ما نقدرش نقلل عن كده يعني اه طبعا لكن اه حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول فاحنا هنديكي لازم يكون جملة لازم يكون في سعر جملة يعني عشان نقدر نكسب يعني طب اقول لك ايه دولة ما تيجي نديلها من التماثيل المكسرة ايه مكسر دي لفوق ايه انا من نابل حارة سباكاتي طبعا من نابل يا لا حارة سباكاتي بص يا حضرتك حارة سباكاتي حارة موزاريلا حضرتك احنا عندنا الاسعار مفيهاش نقاش احنا بنخفضلك حاجة بسيطة بس عشان ايه الجيرة اللي منا وبينكو فقط طاليا لا لا يا دولة احنا لازم ان بقى نكرمها شوية يمكن نطنع بكسين كشري انا مش جاي اشتري انا جاي ابيعو تماثيل فرعوني جاي اتبيعي تماثيل فرعوني حضرتك يعني انا عمري بسمعت ان القدماء المصريين عملوا هجرة غير شرعية لايطاليا ده عملوها من زمان بقى ولا ايه اه حبيبي احنا هنبيعو تماثيل مكلدة زي دولة سين عمل فيكم فاحنا عاوزين ناخد شغل كلهم من السين تاخدوا الشغل من السين اه معلش انتو كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها اه يعني عايزين تنفسوا الصين دي حاجة بينكم وبن بعض انا مالي احنا هنديكم بنصف اسعار سين لا لا مش ينفى بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمة يعني للحج ملك الصين يعني انا شخصيا اديتها له كلمة دي اعنو احنا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم كفاية هم اصلا قصيرين كلمة ايه اللي اديتها للحج ملك الصين طب اسمه ايه ملك الصين جاكي شان جايك قارت المعلومة في حاجة ولا حاجة عموما انا مديتش كلمة لحد وانا صاحب البازار البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا بس المهم البضاعة هتوصل امتى استبر شوية البضاعة مشونة في ميناء القاهرة يا دول اسمعني بقى اخد من رمز بقى كلمة بقى التماثيل دي ايطالي يعني بتاعت مشاكل مش بعيد لها بتلقى بكرة جوا في المخزن يا دول يا دول تجيبونا تماثيل بتاعت باولوروسي ما بتقولك تماثيل فرعوني يا اخي انت بتتكلم ليه مالكش لا ها ها نو 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 ماشي عزيزي هنحتاجوا الى السجل ضريبي حتى تطيموا عملية الاستيرات والتصدير بالسلامة بالسلامة ان شاء الله تم بالسلامة سجل تجاري وبطاق ضريبية وكل اللي انتو عايزينه مادام ما فيش فلوسة تدفع متفقين اشتا اشتا مالكش خلاص ماشي ماشي هبعتلك كل البضاعة اللي انت عايزة مع السلامة ايه رأيك بقى معلم جبتك انا هو بقى عشان اعزمك بمناسبة الصفقة الجديدة بتاعتي ربنا يخليك ليه يا رب يا دولة هتجيبلي كوكتيل ياد كوكتيل ياد ياد ده انا بقيت راجل اعمال جامد جدا مش هقل من غدا وايطاليان فوديا معلم فول ماشي يا دولة بس بقى بالزيت نحو ايه 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 ده يا حضرات معلش دي ترى بزيتنا يعني سبهم يا دولة اهو نتفرج على حاجة واحنا بناكل يا دولة انا استحالة طلقها اني لما استرد كل اللي دفعته ده يا عمري ايه الكوبيات حضرتك هتقع ما تقع خليك فحالك هلا ولا ايه يا لدي ايه يا لدي لا 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 حضرتك خلي بالك يعني وانت هبتكلم رمزي وبعدين حضرتك دي ترى بزيتنا وقوموا بالا وسامحته انا مكسل قوم انت اقوم انا ايه يعني يا حضرتك لا يعني ايه 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 مكسل دي لا ترى بزيتنا انه سامحته قوموا يعني يعني ايه يا لدي ترى بزيتك انت اللي الشارع اللي عيش بتعكف ايه اه هتخشيلي بقى في سكة ان ده كافي الحكومة والكلام ده ولا ايه طب يلا بقى من هنا بدل ما نروش مايه عليكم قدام الترابيز لا 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 يا خبي يا خبي انت بتروش علي انا اسمع فاتي انا هكلمها لك ده بنت عمتي واي هتسمع كلامي ايه يا سوزي خلاصة النمرة ايه يا سوزي انا ازعلان منك وعشان جوزك ابن حلال وموافق قال اللي انت بتعمليه بتعمليه تومي تعملي فيه كده يا ست هو ماالليكيش بتشغليش شغلي رقاصة زي ماانت عوزها بس ده جوزك يا سوزي يعني اعجع اخر الليل يلا يا عشاء هتكلمة لا 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 هتكلمة ايه يا سوزي هتكلمة ده موبايل انا ايه يا سوزي ايوه يا سوزي ايه يا ستي ايه يا ستي ده تليفوني حضريتك وهم عمريم بيتكلموا فيه من الصبر طيب وانا مالي اذا كنت انت كارت انا اعمل ايه لا 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 حضريتك عندك التليفون بتاع الكباريه اكيد في دولي واكيد في مباشر وكل حاجة امال بتمشوا شغلكوا ازاي بلاشبع الحركات دي هتكلمه هتكلمه ايه ده؟ انت بتنفل السكة فوش سوزي؟ لا لا يا دولا ما يصحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده؟ الجنس اللي نايم يا ابني دي رقاصة زمانها صراحية مالها رقاصة؟ هي مش لحم ودم زينا؟ لحم ودم وسيليكون سيليكون؟ انت قالي اليادي؟ انا ولا رقاصة؟ انتو نهاركم اسود ايه دولا دولا انا سمع صوت كشفات في عناية انت هتعمل لي فيها يا اخوات يعني ايه بتشوب ودانك اهلا يا سيد عادل شرفت يا سيد رمزي ايه ده؟ ايه ايه ده انا صوت ده سمحته قبل كده هو حضرتك بتاع سوزي؟ انتو في المخابرات العامة المصرية معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعباين يا سلام؟ طب النقيب محمد وفيق فين ام قادمة؟ النقيب محمد وفيق في مهمة تانية خلينا احنا في عملياتنا انا عايز حد يشيل الغمامة دي من على العناية اه الغمامة على اساس انها هتمطر شيلها له بعد اذن الساقة اهو انا ونبيل الحلفاهم رقبانكم من فترة طويلة اوي للأسف انتو متورطين في عملية امن دولة كبيرة اوي امن دولة ايه؟ حضرتك لا يا فندم انا بحب مصري جدا واخر مرة مصري كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا وكنت بعد اقول تيت 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 مصري ايه اللي حصل مننا يعني؟ اه حضرتك خلاص يبقى البن عليكم اه 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 انا عايز ان دوت شات عشان انا لما بقى كل بصهر على طول اولا ما تزودش الطلبات يالا ممكن يجيبوه لك اللي انت عايزوا بعد كده يخصموه من الدرايف انا عارف ان انتو مواطنين شرفاء صالحين فعلا لكن اعداء الوطن ما سهبوش لمحب الوطن حاجة يا سلام فعلا انا فندم على رأي المسأل قدر عيش لخبازه وعلشان كده احنا جبناكم جبناكم هنا بخصوص الجسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو تعرفوها؟ لا حضرتك ما انا عرفهاش لا ايه يا دقول لا ايه عام لا حضرتك احنا نعرفها انت مين اولها هتنكر اللي جات لنا البزار النارده بتاعت التماثيل خرب بي ايه تقت اه 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 يا فندم سيادتك اعرفها اعرفها سيادتك يعني يا فندم بس انا يعني كنت متل اغبط كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر ايه يا فندم انا ما كنتش اعرف انها جاسوسة طب وحيات عالم مصر وحيات الاهرامات وحيات ابوتريكا يا راجل والله ما كنت تعرف انها جاسوسة انا بقى كنت تعرف لان هي فعلا كانت شكلها سوسة كده اهو 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 اعترف سيادتك يا فندم امسكو بقى اعدموه بالكرسي الكهربائي يا حضرتك غرقا بالرصاص عميلو في اي حاجة ده حضرتك بيشغل جاسوس لخمس دول عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الاول انتو مطلوبين في مهمة وطنية مع الجاسوسة ماتلدا بولو تحت امرك يا فندم لو سياتك يعني عايزنا نعمل اي حاجة انا تحت امرك ممكن ازرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها او اكتبها شيكات بالحبر السري التمثيل التمثيل اللي قالت انها هتورها لكم محشوة محشوة قنابلة ومتفجرات يا الهرسوح كانت عايزة تفرقع في التمثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا يا رمزي يا دولة ايطاليا اعلنت الحرب عليها مش ايطاليا بس يا عادل ماتلدا بولو معاها فوق الاربعتاشر جنسية اربعتاشر جنسية دي بتتاجر فيهم دي ولا ايه انا هفهمها ايو ابني اديني الروها تصبر عمنا وانا كل ما اطلعه ويطلع في الحمام خلاص اديني اللي هو اصلاح ذو الفقار يا اه نفسي اشوف نيني نينلي ايه يا ابني وانت بمزبيره ما تهبط يا ذهبط مقدم نبيل شغل الجهاز دي بقى صور ماتلدا بولو بعد تفكك للتحاد السوفيتي وهي كانت سبب في تفكيكه اكيد حضرتك يعني هي اللي يعني فتنت على الحزب الشيوع بتاع يلسن مثلا ولماذا ده بقى ماركو فان باستن ايام ما كان جاسوس قبل ما يلعب كورة كونه مع بعض خلية تجسس مأجورة واتعاملوا مع كل دول العالم اه اكيد طبعا دربوا اسعار يعني عشان ياخدوا المقاولة بتاعت الجاسوسية دي بسعر الخيس اه بقولك يا دولا هو الجاسوس بياخد كم في الشهر لا بياخده بالقطعة مش بالشهر السنة اللي فاتت بقى حاولي تجند الحضري عشان ينقل لها اخبار النادي لكن هو رفضوا صد الهجم الله الله يا حضري ارقص يا حضري العب يا حضري ارجع بقى يا حضري دولا بقى خليه بقى يجب شاق يتبطيخ هو راجع اه ونبعاتهم برضي جبولنا جبنا على فكرة يا فنم سيادتك كحيكات المخابرات دي بيتجوع قوي زي البحر بالذكر انا بقى اسكت جروها عشان تجرجروها الله عليك يا نجم هو ده الكلام واحنا هنكون متابعانكم بس مش عاوز يبان عليكم حاجة لا مايكونش عندك فكر خالص احنا منحيز التنكر فاحنا متنكرين اصلا ده انا ساعة ما بعرفش نفسي امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل حضرتك طب يعني ان شاء الله ما العملية دي تمت بسلام يعني احنا هناخد ايه طمنا اولاد مصر عمرها ما بتنسي اولادها دولا بقى قولك يا دولا اسمع بقى انا جيب لك شغل تجسس انما ايه ايه لوز شغل تجسس لوز ده ايه التجسس اللوز ده حتة وفاتلة يا دولا تلعوا بوليس بوليس هفجروا في الشيشة ولا ايه لا يا دولا انا مبارح بالليل سمقتهم وهم مش واخدين بالهم ان انا سامعهم سمقتهم وهم بيتكلموا علي وقال ايه مش راضين بالاسم اللي انا عملتها لهم بتاعة رغيف الحووشي اللي انا سرقتها من عند بتاعة عم عبدو تاعة الحووشي ولا رمزي معلومات دي خطيرة قوي يلا اوعى تقولها لأي حد وخصوصا يوسف شعبان ونبيل الحلفاوي احنا هنفضل سبيان مخابرات لحد امتى انا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونفتح شركة مخابرات خاصة لان احنا بقى نكونها واحدة واحدة وجهاز جهاز وشركة شركة يا ان انا بفكر كويس قوي لان في واحد اتفقت معاه هيجيب لي جهاز كشف الكتب بالتقصيد استعمال خفيف يعني كتبتين ثلاثة كتب الله عليك يا دولا انا بقى هتشغلني ايه بقى معاك فيديا بقى انا هشغلك مسل حي لايه يا دولا مسل حي يعني لو اي حد عايز يجسس ولا حاجة اما فرجهم عليك ماشي هيخافوا يجسسوا بعد كده اهو ده المسل ده اللي بيحصل للجواسيس اللي بيتقبض عليهم ماشي يا دولا واحنا نفضل صوارين لامتى يلا وانا هفضل شغال مع يوسف شعبان بالشنبو ده انت عارف يا دولا انا شاكك ان هو حاطت كاميرا في شنبو مخبيها بس بس جم يا لكم مين مين جم يا لها اعداء الوطن شاو سينيوري شاو سينيوريتا اهلا 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 اقدم لكم جزء اختي مارلون براندو مارلون براندو لقتيه في انهو نادي فيديو ده مارلون هو اكبر منظوب تسويق تماثيلي في العالم طيب ما يسوق لنا التمثال بتاع رمسيس التاني لان صراحة يعني متمرمط معانا اللي هو التمثال ده اه شوها في صلاح السالم شوها لا في مدار رمسيس شوها في مدار الرماية يعني صراحة بيكلف يعني اه ده غير بقى اكله شربه سجايره وكل ده من شهريت الدولة مصراحة الدولة مقصرتش يعني بس ايه يعني دي مصاريف كتيرة قوي يعني عليها على اساس ايه تمثال وكيفه مش معقولة يعني لا اهنا عندنا خطة متخطاتة تخطيط بخطوط مخطوطة عشان نشتري مصر كلها قصدي نشتري تماثيل مصر كلها تماثيل مصر كلها تماثبونا تمثالين ثلاثة للواد رمزي كسارهم يعني اه انا بموت في التماثيل بص انا عايز معبد لوحدي افتح في بزار لا دي صفكات كبيرة مو سوانها دلوقتي المهم دلوقتي عندنا ان اعنا نخلص من الشغلان المنايلة بستين ايلة دي عشان كله يرزق كله يرزق كله يرزق ماشي عم مارلون مع ان فيلمك الاخير ما كانش عاجبني ادائك اللي هو السهل الممتنع ده جوس اختي مارلون سوف يقوم بتسليمكم صفقة تمثلي ومنسمة ايه منسمة دي لا 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 ما علاش حضرتك تحترميني احترمك هتقولي منسمة ونغلط في بعض لا ما علاش لا 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 يا اصدقى يعني اوامك اوامك يعني اه اوامك اوامك ماشي اذا كان على اوامك اوامك احنا جاهزين مارلون سوف يكون معاكم خطوة بخطوة التي تطلها اه اوكي هيبقى الخطوة التي تليها عادي جدا حتى يكون بتسويكها مش احنا متفقين على كل حاجة مش اتفقنا احنا احنا اتفقنا خلاص ما شونته هدف الهدف ان احنا منطقة تكون عجة بالسكان يعني كل شازية توصل قصدي كل كتعة من التماثيل توصل لكل فرد من مصر العزيزة مصر العزيزة واضح ان انت بتحب مصر اوى خواجه او انا بحبها كتير انا شربت من نيلها شربت من نيلها انت وشرين في كباية واحدة بقى ليه ما شربتش من نيلها المهم يعني هتسلمونا امتى وفين غدا هنا في البزار يلا يا مردون يلا حبيبتي يلا يلا فهمت حاجة يا رمزي؟ لا يعني يا يوسف بي حضرتك بزلت واضح مجهود كبير قوي في التنكر يعني معرفتش تعمل حاجة في شنبك ده دولة افتش على شنب ويمكن نلاقي الكاميرا ناخدها ونروح بيها الانطر نتصور انا مش قلتلك تخفي شنبك شوية يا اخي اهتم بشنبك زي ما بتهتم بشغلك تصيبك مش انا بالوقت يا نبيل مهم وصلتوا ليه؟ وصلنا حضرتك مصيبة سودة يعني حضرتك تخيل جايبين التمثيل وعايزيننا ان احنا نوزعلهم التمثيل دي في اماكن مليانة سكان بتاع عجب السكان يعني او اماكن سياحية مش حيل حقوا يوصلوا للخطو دي طيب بصوا يا رجالة احنا ممكن نخليهم ياخدوا التمثيل ونروح وراهم نفجرها في بلدهم تحت بيتهم لا احنا بزيهم احنا ما بنابلش الشر بالشر ايوا صح لان دايما الخير بينتصر في النهاية على الشر انا شفت كده في كل الافلام طب حضرتك يعني تؤمرونا باي نعمل ايه؟ بصهم انكم تصدرجوهم المكان مواسع وده هيسهل عملية اطلاق النار لو استدعى الامر بس يبقى في القهوة بقى يا دولا علشان حتى لو ضربونا بالنار نقوم نرش عليهم ميا مغلية في وشاشة يا خذي خذي هنجيب ميا مغلية منين ما انتا ساعتها ممكن تكون واخد ضربة في رصاصة مثلا في صدرك ولا حاجة هتقعد تسحق فلسا للغلاية يا اهبل انا مقومش الحد يا دولا انا الواحد الشاي اللي انا هطفوه يجيلي القهوة وام شش كاركوك اسكت وط صوتك انت بتشوش على الجهاز اللي معايا اقبضوا عليه بقى يا فندم يا فندم حضرتك اقبضوا عليه ارحموا مصر ارحموا الوطن العربي كله حضرتك ده جاسوس ده بيتجسس لحساب غباءه يا فندم لا بحلق تخترح المكان ده فين يا مقدم دبيل واعتقد يا عقيد يوسف شعبان ان احنا محتاجين مكان واشع وفي نفس الوقت دي علشان ما يقدروش يهربوا مننا بس انا عرفته المكان ده احنا نروح بيت دولة والبيت دولة ده لا يعك بالسكان يابني ده بيعك وبيزفرت بالسكان اسكت انت مش مهم يا عادل مش مهم كلنا فداء مصر ايوه كلنا فداء مصر او فداء الشندوي دي بس حضرتك يعني البيت مليان ستات امشيهم ازاي يقوللهم ايه هقولك بعدتهم يجيبوا ورقة بوستة بس يا فندم حضرتك ورقة البوستة دي من زمان من ايام فقاد المهندس الحكاية تغيرت دلوقتي انا هتصرف انا هتصرف مع ان الحكاية دي هتكلفني فلوس كتيرة جدا بس برضو كله في داء الشندوي دي بس اتفعنا حضرتك العنوان اهو عشان تيجوا عليه على طول ايه ده؟ واضح ان حضرتك مدرب على البلع يعني مهم جدا انك متسبش اي اصلاك عارف انت عارف دولا انا احسن منه على فكرة انا وانا كنت زمان كنت بامسح الصبورة بالساني ايه ده؟ ده انت فاصيلة نادرة احنا محتاجينه بناخده يبلع الورق المهم وبالمرة الزبالة ايه ده يا انا اخرب بيتك هتشتغل معزة في المخابرات يا انا بس خلي بالك بقى متعودش تمقمى طول الليل وطول النهار لان برضو سيادة اللي هو سلاحظه الفقار بيحب يقيل ساعة الظهرية هو والنقيب اشرف زاكي بكرة الساعة خمسة وخمسة هنبقى في العنوان عندكم ومتنكرين الله الله على الدقة بص الدقة بتاعتهم يا لا خمسة وخمسة اكيد بقى بما انتو دقاء قوي كده فهتيجوا متنكرين في زي ساعة حيطة مثلا طيب فين بقى المسدسات ليمونة عليها المسدسات اللي ما بتخلصش دي عشان نفرتك العصابة يا مسدس ستة ميلي تخلي بالك من دودة عودة عيب احنا نزودهولك يا اصلا طبا مفهول زخيرة الزخيرة شاحة انتو بقى خافين همسوه ساعة هاولع بس احنا مدجين على طلب يمكن نحتاجها دول احنا لازما بقى بالمسدسات دي عشان انه طلقت بايزة نعرف نرجعها ترجعها ايه وانت شاريها من مكتبها يا ابني وبعدين ما انت فكتها من الكيس بتاعها محدش هيرضى نرجعها لك يا غبي طب افرد بقى دلوقت الرش بتاعها خلصان رش ايه يا ابني ده انت طالع تستطع صفير ده انت طالع على عصابة وعصابة جمدة جدا يلا ماشي يا دولة طب هنعمل ايه طيب هبص مسألة بسيطة خالص هنعمل لك بروفا دلوقتي انا دلوقتي كأن انا البوليس وانت العصابة انا العصابة الوحدي يا سيدي انت رئيس العصابة والعصابة غايبة النهاردة الصرف هتعمل ايه هخصم لهم ولو كرروها هبلغ عنه ماشي ماشي انا دلوقتي البوليس هقول البوليس هتجري هاقوم شنكلك تقوم انت واقع على الارض والمسدس يبعد عنك اقوم انا ايه طالع على نفسك واخد منك المسدس وقتلك على طول اتفقنا؟ اتفقنا دولة تم انت معاك مسدسة دولة لقتلني وخلاص بيه يا ابني المسدس بتاعي في الكيس بتاعه عشان امرجعه يا غبي ها جاهز؟ جاهز يا دول بوليس العصابة غايبة فوت علينا بكرة ايه يا بكرة ايه يلا اجري عشان اشان كلك يا غبي بوليس المسدس وقع اقتني بقى اقتني سهلا سهلا قم بسرعة يلا العصابة واسدس بسرعة يلا بدل ما اقتلونا احنا الاتنين خلي المسدس معاك داريه 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 خبيه انا اروح افتح ماشي بسرعة دولة احنا جينا اهنا جينا اهنا جينا اهلا اهلا وسهلا هذه هي التمثيل طيب ما حدش بقى يولع اي سجاير جنبيها بس ونوع عشان ماشا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ترى هما فين هما فين هما مين ارى انكم متوترين اه انا هسايف انكم متوترين لا وقال لي وتوترنا يعني كرس 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 اهلا مش عاوزين زبالة؟ لا شكرا ما عندناش مش عايزين طب ما فيش عندك هدوم مكوية عشان نخدها؟ اه المكوي كله هنا هو يا معلم بالقبش اهلا اهلا الكم اهلا